اهلا بكم في الثامن والعشرين من ديسمبر عام الفين وسبعة عشر وفي مدينة مشهد تحديدا اندلعت الاحتجاجات الايرانية ووصلت الى عدد من المدن وكانت تسمى في البداية لا للغلاء واحتجاج على السياسات الاقتصادية لحكومة حسن روحاني على الشبكات الاجتماعية ولكن تجاوز نطاقها العام الى بعض الشعارات السياسية التي رددها المحتجون الا ان هذه الاحتجاجات تم اخمادها بالحديد والنار وتعليق المعارضين في المشانق المنصوبة على الرافعات واعمدت الانارة في الشوارع وظل المواطن الايراني تحت وطأة الفقر والعوز الى درجة انه سكن القبور حيا في حين ان التقارير العالمية والشواهد الحية تؤكد ما يمارسه السياسيون الايرانيون من فساد من اعلى الهرم الى قاعدته باسم الدين وباسم محاربة الشيطان الاكبر وفي الاوينة الاخيرة امر المرشد العام للثورة الايرانية علي خامنائي ومع مجيء فصل الشتاء امر برفع اسعار الوقود الى ثلاثة اضعاف وهو ما ادخل البلاد في موجة احتجاجات عارمة حيث تشهد 53 مدينة ايرانية مظاهرات وتجمعات ادت في بعض منها الى مواجهات مع القوات الامنية التي هاجمت الحشود فيما ارتفع عدد قتل الاحتجاجات الى اليوم الى 25 شخصا وللحديث اكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا عبر الاقمار الصناعية من عمان الخبير في الشؤون الايرانية الدكتور نبيل لعتو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مجددا وارحب بضيفي الكريم من الاردن الدكتور نبيل مساء الخير مساء الخير السيداني اهلا بك دكتور انطلقت احتجاجات في 17 محافظة ايرانية هذه الاحتجاجات يعني طالت العديد من المدن وقد ايد المرشد الاعلى علي خامنائي ايد سبب انطلاق هذه الاحتجاجات وهو رفع اسعار البنزين واصفا المحتجين بالمخربين وبانهم يتبعون اياد خارجية كيف تجد هذا الوصف وهذا التعليق من خامنائي وكيف تنظر لحقيقة تجدد الاحتجاجات الايرانية التي كانت اخرها قبل عاما عامين في 2017 شكرا جزيلا لكم يعني لنبدأ من الشق الثاني من السؤال الآن بدأت المظاهرات من خلال مناطق الهوامش والاطراف انتقالا الى مراكز المحافظات والمدن وصولا الى العاصمة طهران المميز في هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات انها مختلفة من عما تم في العام 2005 والعام 2017 و2018 والعام 2009 او ما يعرف بثورة الخضراء التي حدثت في ايران تميزت هذه التظاهرات بانها تظاهرات عفوية انخرطت فيها بدأت بالطلبة ثم انخرطت فيها كافة فئات الشعب الايراني ليكون التمثيل الطبقي الشامل والعام بعيدا عن دعني اسمي العرقية والمذهبية والطائفية التي تسود ايران حيث انخرطت جميع مكونات الشعب الايراني ممثلين في هذه التظاهرات الامر سأل ان هذه الاحتجاجات ليس لها قيادة على غرار ما حدث في العام 2009 او ما يعرف بالثورة الخضراء التي كان يقودها مير حسين موسوي ومهدي كربي وتم الزج بهم في السجن وبالتالي هذا ينزع ما يعرف دائما ما يقوم به النظام الايراني من اتهام قادة هذه الاحتجاجات بانهم عملاء للاستكبار العالمي او مثوري الفتنة والذين يرتبطون بقوى اجنبية لسيما الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وغيرها من الدول الجانب الثالثة ان هذه المظاهرات ليست مظاهرات حزبية بمعنى انها ليست محسوبة لا على التيار المحافظ ولا على التيار الاصلاحي بل على العكس من ذلك تماما طرحت شعارات ذات سقوف عالية بداية بالموت للمرشد مارك بار رهبر او مارك بار خامني او مارك بار ديكتاتور الموت للدكتاتور وايضا الموت لروحاني وبالتالي الشعب الايراني ما يريد من خلال هذه الاحتجاجات هو الاطاحة بالنظام الايراني وكنس هذا النظام والخروج من عباءة ما يعرف به ولاية الفقي وحكم رجال الدين بالاضافة الى هذه النقاط ايضا نجد ان هذه التظاهرات قد انتشرت من خلال مراكز المدن وهذا يعطي مؤشر مهم وخطير ربما سوف يدفع النظام الايراني في نهاية المطاف الى التبني الحل الامني وهنا اعيد الجزء الاول متعلق بسؤالك استاذ عليه وهو المتعلق بردة فعل خامني اتهم هؤلاء المتظاهرين او المحتجين بالمشاغبين بانهم خارجون عن القانون بانهم قطاع طرق بانهم لصوص وبالتالي هذا ربما سوف يرفع من وطيرة ربما وتصاعد الحل الامني خاصة ان نقل الملف ما يسمى برفع اسعار الوقود الى مجلس الشورى ومن ثم اعلان خامني بشكل واضح وصريع لانه يؤيد رفع اسعار البنزين بهذا الشكل وبهذه الصورة لانه معناه انقاذ النظام الايراني هذا معناه انه اعطى صفة دستورية لهذا المشروع حتى يأخذ طريقه الى النور ويتم تطبيقه بغذ النظر عن العقدة نعم دكتور نبيل يعني ما يميز الاحتجاجات الايرانية الحالية او اذا كان البعض سماها واطلق عليها هاشتاقات كايران تنتفظ بانها تأتي متزامنة مع ما يحدث في لبنان الان وما يحدث ايضا في العراق وعواصم عربية اخرى وهو ما يختلف عن ما كان عليه في العام 2009 حينما كان هناك قيادات لتلك الثورة الايرانية او الاحتجاجات الايرانية على رأسها كالروبي وموسوي هذه الاحتجاجات الان ليس لها قيادات على شاكلة ما يحدث في العراق ولبنان لكن مستشار الرئيس الايراني حسام الدين اشنا قال بان ايران ليست كالعراق او لبنان ما الذي يقصد بهذا التصريح يقصد بذلك ربما عدد من الجوانب اولا ما يعرف بالتعامل الامني الفض مع هذه التظاهرات حيث اتهمت ايران ربما الحكومة اللبنانية بعدم استخدام الحل الامني لوائد الانتفاضة او الاحتجاجات التي جرت في لبنان من ناحية الامر الثاني هذا كما كنا نشاهد ان هناك عناق كان يجري ما بين رجال الامن والشرطة والجيش اللبناني مع المتظاهرين وهذا ما لا يحدث ولا لا يحدث في ايران وبالتالي هذا سوف يصعب من مهمة اجهزة الامن الايراني لانه عادة كما حدث في العام 2009 اذا بتذكر الساد علي ما حدث من تغليب الحل الامني خاصة بعد دخول قوات الجيش والفازدران الحرسي الثوري الايراني وقوات سار الله التابع لي الحرسي الثوري وقوات البسيج ثم حزب الله الايراني وقاموا بما يعرف به استراتيجية وعد هذه الاحتجاجات من خلال عدد من المسارات اولا تبني استراتيجية الاعتقالات والاختيالات لقادة ونخب كانت تقود هذه التظاهرات الامر الثاني قطع او استخدام او توظيف سلاح الانترنت من خلال قطع الانترنت عن جميع الاراضي الايرانية وبالتالي اصبحت هذه التظاهرات عبارة عن جزر شبه معزولة وتقطيع اوصال هذه الاحتجاجات الجانب الثالث هو التسير ما يعرف به الاحتجاجات المضادة المؤيدة للمرشد وربما هذا يثبت عجز وفشل النظام الايراني في التعامل مع هذه التظاهرات هذا بالاضافة الى وضع عدد من المندسين لتشويه صورة هذه التظاهرات مما يسهل عملية الحل الامني وبالتالي هي رسالة واضحة ربما الى الاحداث والاحتجاجات التي جرت في لبنان وفي العراق على وجه التحديد والى حكومة هاتين الدولتين بضرورة تبني الخيار الامني الأمر الثاني عدم السماح لوسائل الاعلام بان تنقل مجريات هذه التظاهرات والاحتجاجات لانه ما تم في العراق وفي لبنان استطاعت ان توصل صوتها الى العالم الخارج على عكس ما يجري في ايران حاليا خاصة بعد قطع ما يعرف في الانترنت نعم رفع اسعار البنزين هي كانت الشعر التي يعني اطلقت هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات وقد احتج النظام الايراني بان رفع اسعار البنزين من اجل رفع مستوى معيشة المواطن الايراني كيف يمكن تفسير ذلك في بلد من المفترض انها من اغنى دول العالم بالثروة النفطية في حين ان 55% من سكانها يعيشون تحت مستوى الفقر يعني هذا امر غريب وعجيب احنا استاذ علي احنا عم نتحدث ربما عن معطيات او مؤشرات اقتصادية صادمة في ايران احنا نفترض ايران هي من اغنى دول العالم في النفط الدولة الثانية في العالم في انتاج الغاز وبالتالي هذا يضع كثير من التساؤلات عن كيفية اهدار المال الايراني من خلال ضخ هذه الاموال الى اذرع ايران ومليشياتها العاملة في الخارج على امتداد الجغرافية الاقليمية ايران موجودة من خلال مداخل الازمات الاقليمية تدعم اكثر من 34 مليشية موجودة في سوريا لوحدها تدعم حزب الله اللبناني تدعم حركة الحوثية بالاضافة الى دعم هذه التنظيمات التي تعيث خراب وفوضى في المنطقة من خلال تموين عمليات ارهاب هذا ادى الى ان تكون هذه الاموال على حساب الشعب الايران نحن اليوم نتحدث عن انهيار العملة الوطنية التومن خلال الست اشهر الاخيرة فقدت اكثر من 300% من قيمتها نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم الشهر الماضي وصلت الى ما بين 85% الى 90% نتحدث عن ارتفاع السلع والمواد الاساسية بين 150% الى 200% هذا قبل رفع اسعار الوقود هذا بالاضافة الى ان هناك 40 مليون ايراني تحت خط الفقر 12 مليون ايراني يعانون من فقر غذائي بمعنى مجاعة 12 مليون ايراني يسكنون بيوت الصفيح وبالتالي ربما لان ما يجري في ايران سوف يطرح عدد من السيناريوهات السيناريو الاول ان استمرار هذه الاحتجاجات سوف يؤدي ربما الى تفكك الدولة الايرانية او الى انهيارها في حال لم تجد صوت العقل في التعامل مع هذه التظاهرات مما يطرح السيناريو الاخر ربما التراجع وكان هذا الامر ربما بالامس تراجع ايران عن رفع اسعار الوقود لذلك منعكسات خطيرة على الامن الاقتصادي الداخلي في ايران وعلى الامن الايراني وهذا ربما اليوم حديث خامني بشكل وضع لانه يؤيد رفع هذه الاسعار مما يعني ان ايران سوف تدخل المجهول وربما سوف نشهد مزيد من التصعيد وفعليا ايران باتت على صفيح ساخن نعم دكتور كيف يعني تقرأ رد الفعل الدولي وابرزه الرد الامريكي وزير الخارجي الامريكي قال بانه يؤيد قرارات الشعب الايراني لكنه قال في الجهة الاخرى نحن لا نسعى لاسقاط النظام الايراني هل هذا نوع من التناقض ام بان يعني السياسات الامريكية في عهد ترامب هي هكذا لا تأخذ يعني لا تأخذ مواقع بارزة ولا تأخذ ردود فعل واضحة تلعب بين المتناقضات يعني ربما انا بعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية لا تريد الانخلاط بشكل مباشر في الدفع باتجاه دعم هذه التظاهرات لان ذلك سوف يكون له عواقب كارثية ربما سوف يحد او يرفع من وطيرة الحل الامني وربما استهداف اكبر لهذه التظاهرات من خلال تصعيد العنف الرسمي الموجه ضدها بهدف وعدهم الان سياسة الرئيس الامريكية سياسة على العموم هي سياسة متناقضة هو يتحدث عن تعديل السلوك الايراني وليس عن تغيير في النظام الايراني على الرغم من انه حتى القادة الايرانيين يعني اول من امس كان هناك حديث واضح لأحد رجال الاصلاح والعقل السياسي للتيار الاصلاحي في ايران هو سعيد حجريان تنبأ بربما اذا استمرت الاوضاع بهذا الشكل بنهيار النظام الايراني على غرار ما حدث في الاتحاد السوفيتي في هابوغسطس من عام 1990 هذا بالاضافة الى ان هناك عدد كبير ربما من القادة السياسيين في ايران باتوا يدركوا تبعات الان ما يجري في ايران خاصة مع تزايد وطيرة العقوبات الامريكية النوعية مع وصول صادرات النفط الايرانية الى معدلات تكاد تكون كبيرة يعني بمعنى انه سابقا كانت 12 مليون برميل الان احنا نتحدث عن اقل من 100 الف برميل لكن انا بعتقد الولايات المتحدة الامريكية الان مطالبة بالوقوف الى جانب الشعب الايراني في ثورته لانه هناك وسائل عديدة يمكن الان دعم الشعب الايراني من خلالها لان ايران تسعى الى قطع الانترنت هناك تقنيات موجودة لدى الولايات المتحدة الامريكية لربما تسهيل مهمة حصول الشعب الايراني على الانترنت وبالتالي هذا سوف يزيد من وطيرة هذه الاحتجاجات يعني احنا لا نريد تكرار تجربة العام 2009 عندما مارست الولايات المتحدة سياسة النأي بالنفس في اتجاه الثورة الخضراء وكان موقف اوباما هي موقف في واقع الامر موقف مزعج ولا ينسجم مع تطلعات الشعب الايراني الان الرهان على انفجار داخلي في ايران وهذا سوف يكون عوضا عن مواجهة عسكرية مع الجانب الايراني دعنا دكتور نبيل عن الموقف الامريكي ولنعود الى تطورات الوضع الداخلي الايراني وحضرتك ذكرت في بداية حديثك بانه هناك تغيير نوعي سقوط القدسية او التأليه عن بعض الشخصيات الايرانية والدليل حرق صور خامنائي ووصفه بالدكتاتور هذا حدث في الكثير من الولايات الايرانية في سبعة عشر محافظة ثلاثة وخمسين مدينة هذا تحول جديد في الثورات الايرانية السابقة يعني بالتأكيد هذا تحول مهم وينبغي على القادة الايرانيين قراءة هذه الرسالة بتماع وبشكل واضح وصريح لأنه الآن حتى الشعارات التي طرحت مثل سوريا لا لبنان جونا في داية ايران لا سوريا ولا لبنان روحي في داية ايران ومطالبة ايران بالانسحاب من مداخل الازمات الاقليمية والتي كان لها دور كبير ومهم في تدمير الاقتصاد الايراني وإيصال الشعب الايراني إلى ما هو عليه من حالة من البؤس والحرمان بالإضافة إلى ذلك الشعارات الأخرى التي طرحت والتي تترحم على زمن الشاه وتطالب بإعادة تنصيب ابن الشاه كحاكم فعلي على ايران هذا يؤكد أن الشعب الايراني وصل إلى طريق مسدود وكفر بسياسات النظام كفر برموز النظام وأكبر دليل على ذلك كما تفضلته وحرق سورة خامنة حرق سورة روحاني فلم يعد يفرق لا بين تيار محافظ ولا بين تيار إصلاحي لأنه في نهاية المطاف يدرك أن هذه لعبة سياسية هي عملية تبادل أدوار بين هذين الجناحين لنهب مقدرات الشعب الإيراني لأنه كان هناك ربما خلال الفترة السابقة حديث واضح وكبير عن حالة الانشقاق التي وصلت ما بين التيارين المحافظ والإصلاحي كل طرف يريد أن يحمل الطرف الآخر مسؤولية ما يجري وبالمناسبة هنا أستاذ علي أنه أول من أمس كان هناك حديث واضح في التلفزيون الإيراني يريد أن يحمل الرئيس الروحاني مسؤولية هذه الاحتجاجات واندناعها ونسب ذلك إلى نتيجة توقيع إيران لأن اتفاق النووي في العام 2015 وتحميله مسؤولية ما يجري واند ما يجري هو نتيجة توقيع إيران لهذا الاتفاق نعم دكتور نبيل ما السيناريوهات المتوقع؟ هل النظام الإيراني وعلى رأسه خامنائي سوف يواصل العناد وتأييد رفع الأسعار وعدم الاستجابة للطلعات الشعب الإيراني واحتجاجاته ووصفها بأنها عمليات تخريبية ممولة من الخارج أو مدعومة من الخارج وما إلى ذلك أم أنه سيرضغ في النهاية لهذه المطالبات الشعبية؟ أعتقد أن إيران مشكلتها أنها سوف تسير في سياسة العناد وللأسف ربما تأييد خامنئي وقضع الطريق على مجلس الشورى لمناقشة عملية رفع الأسعار واعتبار أن هذه أحد الأساسات أو الأساليب لإنقاذ الاقتصاد الإيراني تعكس فلاس النظام الإيراني وتعكس أن خيارات إيران هي خيارات ضيقة وأن إيران اختارت عملية المواجهة مع الخارج انسجاماً مع دبلوماسية حافة الهاوية أستاذ علي أنت كما تعلم إيران الآن بدأت تتنصل من الاتفاق النوي كان هناك أربع خطوات قامت بها للتنصل من هذا الاتفاق كان آخرها ضخ الغاز في منشأة فوردو وأيضاً تفعيل أجهزة الطرد المركزي من نوع IR8 بالإضافة إلى زيادة نسبة التخصيب من 63% إلى 64% ثم أيضاً زيادة كميات التخصيب عن أكثر من 202 كيلوغرام وأيضاً تفعيل ما يسمى بمنشأة أراكية تشكل التحدي للمجتمع الدولي وهذا ينبغي أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية بل دول الاتحاد الأوروبي روسيا والصين كدول ضامن الاتفاق النوي إيران تدرك في نهاية المطاف وذات لتعديل الاتفاق النوي معنى نهاية المشروع الإيراني معنى انكفاء إيران للداخل وأيضاً القبول بتعديل هذا الاتفاق ضمن ثلاث مسارات بما يضمن أولاً عدم عسكرة إيران لهذا البرنامج ومعالجة البرنامج الصاروخ الإيراني هذا بالإضافة إلى معالجة دور إيران مزعزع للأمن والاستقرار من خلال مداخل الأزمات الإقليمية ودور إيران الراعي للإرهاب في المنطقة ربما هذا سوف يؤدي إلى نهاية الحلم الإمبراطوري الإيراني وسوف يؤدي إلى وقف ما يسمى بيئة الكاردور الإيراني الذي يمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا وما يعرف بإحنات العبور إلى المتوسط بالتالي خيارات إيران هي خيارات ضيقة لكن ينبغي أن يكون هناك صوت للعقل داخل هذه القيادة الإيراني لإستماع إلى صوت الشعب وأيضاً دعني أسميه محاورة التكيف مع المطالب الدولية لتعديل الاتفاق النور التحالفات الدولية عادة ما يكون لها مسألة مهمة في بقاء الأنظمة خاصة فيما يتعلق في العالم الثالث هل من الممكن أن تلعب التحالفات الدولية دور في بقاء أو الإطاحة بهذا النظام أنا أعتقد أنه الآن خيارات إيران الدولية خيارات ضيقة الآن كانت تراهن سابقاً على مسارين المسار الأول هو لديها المحور الروسي الصيني ما زال لديه هذا المحور يعني ربما لديها لكن دول الاتحاد الأوروبي الآن تنصلت من الاتفاق مع إيران لم تفعل أستاذ علي اتفاقية إينستيكس للتخفيف من الضغوط أو من العقوبات الدولية بعد أن أحرجت المجتمع الدولي وأحرجت دول الاتحاد الأوروبي من خلال إجراءات التي قامت بها على صعيد الخروج من الاتفاق النووي بشكل متدرج من خلال الجوانب التي تحدثنا عنها قبل قليل لكن الرهان على دبلوماسي تتوجه نحو الشرق وتتساعد وطيرة دعني أسميه حالة التوتر أو البيئة الصراعية ما بين روسيا وإيران فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية لسيما الملف في السوري هناك حالة تنافس وصراع غير مسبوق الرئيس الروسي تحدث بشكل واضح وصريع عن ضرورة خروج جميع القوات الأجنبي بما في الميليشيات الإيرانية وهذا أزعج الإيرانيين بالإضافة إلى أن الرئيس بوتين قدم نفسه كبديل في حال انخفاض إمدادات النفط العالمي عرض روسيا كبديل وهذا أزعج الإيرانيين وهذا جعل ربما علي الرجاني يتحدث بشكل واضح وصريح عن حالة من الصراع غير مسبوقة مع روسيا ووصف بأن بعض الحلفاء التقليديين في إشارة واضحة إلى روسيا بدأت ربما تنادي بسحب إيران من سوريا وتتآمر على الدور الإيراني هناك وهذا أحدث ربما حالة إيرباك شديدة وجدنا صداها في وسائل الإعلام الإيرانية التي وصفت رئيس بوتين بأنه عراب الأزمات بأنه تاجر مافيا وغير ذلك من هذه التوصفات وبعتقد أنه استمرار رهان إيران على روسيا أو الصين لن تؤتي يقولها لأنه في نهاية المطاف هذه الدول هي دول عظمى في حال مفاضلة بعلاقاتها بينها بين إيران وبين المجتمع الدولي وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية سوف تختار الولايات المتحدة الأمريكية لأن الميزان التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة يصل أكثر من نصف تريليون دولار وبالتالي أنا أعتقد في حال مفاضلة في نهاية المطاف هذه الدول لأنه لا يوجد هناك صديق دام ولا عدو دام هناك مصالح دائمة سوف تقوم بتغليب مصالحها إذن من السابق للأوان يعني التنبؤ بما ستقول إلي هذه الاحتجاجات وهي مرهونة بإرادة الشعب الإيراني نفسه نعم بالتأكيد الشعب الإيراني هو الذي سوف يقرر من المبكر الآن الحديث عن ربما أين سوف تصل هذه الاحتجاجات لأن إيران هي دولة المفاجآت كما عودتنا هناك الآن 63 بؤرة ساخنة داخل الأراضي الإيرانية إذا تذكر أستاذ علي في العام 2018 حتى شهر ديسمبر كان هناك 9837 عملية احتجاج داخل على امتداد رقعة أو البقعة الجغرافية داخل إيران أنا بعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد لأن خيارات الشعب الإيراني هي خيارات ضيقة مع تصاعد وطيرة المطالب دعني أسمي الوطنية والقومية بالانفصال خاصة الأحواز وأيضا نتيجة حالة التهميش التي تعيشها إيران والسهداف هذه الأقليات التي تعيش داخل الدولة الإيرانية أنا ضمن هذه المعطيات بقول خاصة المعطيات الاجتماعية الفقر البطال انتشار ظاهرة الجريمة هذا بالإضافة المؤشرات الاقتصادية التي تحدثنا عنها قبل قليل إيران فعليا تعيش مرحلة مأساوية ووصلت إلى نقطة اللعودة نعم من العاصمة العدنية عمان الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية شكرا لك يا سيدي شكرا إذن عزائي المشاهدين تأتي موجة الاحتجاجات الحالية في وقت تتشبث في سلطات طهران وبكل عناد بالقرار الذي تبنته يوم الجمعة الماضي القاضي بتقنين ورفع أسعار البنزين وذلك بحجة الرفع من مستوى معيشة يفاقم هذا القرار موجة الغلاء ويقول مراقبون إن الشارع الإيراني فطن بشكل كبير إلى نهب موارده وإهدارها مشيرين إلى أن طهران تعيش أزمة اقتصادية سياسية حقيقية إلى اللقاء اشتركوا في القناة